بهذه الطريقة التقليدية وبقارب متهالك يجبر هؤلاء الجرحى والمبتورون من أبناء محافظة حجة على تحمل مشقة ركوب البحر في رحلتهم المتجهة إلى مدينة تعز بعد أن منعوا من العبور من مناطقهم عبر الأراضي السعودية للوصول إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج وكأن قدرهم هو الصمود المستمر أمام التحديات مدينة تعز ممثلة بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي كانت في استقبالهم الذي أقيم في مقر المؤسسة ورحب الشيخ حمود المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بالجرحى المدنيين عند وصولهم إلى مدينة تعز بين إخوانهم وأهلهم بعد رحلتهم الطويلة والشاقة التي جاوزت عشرين ساعة واجهوا خلالها صعوبات شديدة إلى جانب إصاباتهم وفقدانهم لأطرافهم جراء الألغام التي زرعت بكثافة في المناطق السكانية وفي الطرقات والمزارع بمديريات ميدي حيران عبس وحرض التي تستقبل الكثير من الضحايا الأبرياء كل يوم ليدفعوا ثمنا باهظا ويتجرع الآلام والمعاناة من جانبه أكد المخلافي أن المؤسسة ستتولى جميع الإجراءات المتعلقة بوصول هؤلاء الجرحى من مناطقهم في محافظة حجة إلى سلطنة عمان لتركيب أطراف صناعية تمكنهم من التغلب على الإعاقة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية دون معاناة وأضاف أن الطواقم الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية بعمان ستوليهم كل الرعاية الصحية وسوة بإخوانهم في الدفعات السابقة تأتي هذه الدفعة ضمن توسيع المؤسسة لخارطة العمل الإنساني لتشمل المبتورين من مختلف المحافظات بجانب نحو 850 جريحا مبتورا قد استفادوا شابقا من هذه الخطة وثمن الجرح المبتورون في كلماتهم جهود الشيخ حمود سعيد المخلافي ومواقفه الوطنية والإنسانية المساندة لهم مما يخفف من معاناتهم ويساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر